مجزو الأخبار من قناة المحور أهلا بكم استأنف الحوار الوطني اليوم جلساته للأسبوع السادسة بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية ويناقش الحوار خلال جلساته في المحور السياسي قانون الأحزاب السياسية الدمج والتحالفات الحزبية والحوكم المالية والإدارية ودور لجنة شؤون الأحزاب كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير ويعود الحوار الوطني ليستكمل مسيرته والاجتماع لاستمرار مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي بشعار واحد وهو المساحات المشترقة بين الجميع أشهد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة دكتور مشيرة خطاب بقرارات العفو الرئاسي التي يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج يعني عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور ورحب المجلس بهذه القرارات التي تؤكد عدم القيادة السياسية في المضي قدما على النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي وأهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر بمقر المجلس وأشار إلى أن مصار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يجدون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوى السياسية تترجم حوارا حقيقيا وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقية تقوم على احترام حرية الرأي وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين من جانبها أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس إلى السياسة الجديدة المتبعة من قبل وزارة الداخلية في بناء النزل الجديدة والاهتمام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية وثمنت تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل وصل اللواء هشام أمن وزير التنمية المحلية اليوم إلى مدينة شنغتشو الصينية للمشاركة في منتدى رؤساء البلديات الدولية حول السياحة والمدن المستدامة الذي يعقد خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر الجاري تحت عنوان اكتشاف قوى دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثل المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا المنتدى يمثل منصة بلغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق في ضوء التحديات العالمية المشترقة التي تقود عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية كما أن المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية المحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشترقة للسياحة الدولية والمدن السياحية ومواجهة التحديات المشترقة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعانية بالمواقع السياحية بدأت مؤسسة حياة كريمة خطوة جديدة في مشروع المدارس المصرية اليابانية وذلك في القرى التي تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجايقة اليابانية حيث انطلقت الجولة الثالثة من تدريب أنشط التوكاتسو الباقة الموسعة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر برعاية وحدة المدارس المصرية اليابانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وشملت محافظات البحيرة والمنوفية والدقهلية وضمت سلسين مدرسة باستهداف مئة وثمانين معلماً مع وجود الخبراء اليابانيين البرنامج يهدف لتحويل مائة مدرسة في قرى حياة كريمة للنموذج الياباني في التعليم من أجل تقديم خدمة تعليمية مميزة لأولادنا في قرى حياة كريمة وتنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز انتمائهم لمجتمعهم وبلدهم يلتقي فريق ليفربول الذي يلعب ضبن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع أستن فيلا على ملعب أنفل في الرابعة عصراً ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الإنجلزي الممتاز الموسم الجاري ويخود فريق ليفربول المباراة وفي راسيده سبع نقاط بجدول ترتيب الدور الإنجلزي هذا الموسم فيما يمتلك أستن فيلا ست نقاط كما يلتقي فريق كريستل بالاس نظيره وولفر هامبتون في الرابعة مساء ويوجه فريق أرسنال نظيره منشستر يونيتد في السادسة والنصف مساء